قال النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ثلاثون آية شفاعة لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي يده الملك رواه أبو داود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليمن ودون أن يكون محسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمسمات طباطا ما ترى في خلق الرحمن منه تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يغيان طلب إليك البصر صاسئا إليك البصر صاسئا وهو حسير ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح واجعلناها رجوما للشيافين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فينا سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا وهي تغور تكاد تميز من الغريق كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتنا ألم يأتكم نذير قالوا بنا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاحترفوا بذابهم فسحقوا لأصحاب السعير إن من الذين يخشون ربهم بالضيب لهم اغطرتهم وأجهدهم كبير وأسروا قولكم أو اجهدوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقنا هو اللطيق الخبير هو الذي اجعل لدن الأرض بلولا فامشوا في مناتبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فأمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليهم صباب فستعلمون كيف نبير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إن الطين فوقهم صار فاتهم ويقبض ما يمسكمن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي له وجود وجود لكم ينصركم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غلور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك بل لجوا في عدوه ونفنه أفمن يمشي مكمبا على وجهه على وجهه أغداء أم من يمشي سويا أم من يمشي سويا على سراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليل ما تشكرون قل هو الذي برأكم في الأرض وإليه لتحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ظلفة غدنسه أسهجهم الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به لتدعوا قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجين الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه ثوثكا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين